وللتعليق على الاستعدادات للمناظرة وآخر تصريحات المرشحين ومتابعات وسائل الإعلام والصحافة والمتوقع من كل مرشح ينضم إلينا الزميل رامي جبر مراسل قناة القاهرة الإخبارية في واشنطن أهلا بك رامي ربما تبدو هذه المناظرة مختلفة عن غيرها هناك بالتأكيد الأحداث التي يمر بها الشرق الأوسط والعالم من الحرب الروسية الأوكرانية وغيرها ولكن هذه المناظرة قد تكون الأخيرة قبل الانتخابات الرئاسية إليك رامي مرحبا جهان في الحقيقة عادة ما تكون مناظرات نائبي الرئيس أو المرشحين لمنصب نائب الرئيس مظلومة مظلومة إعلاميا ومظلومة جماهيريا أيضا إذ أن الاهتمام ينصب دائما على مناظرات الرئيسين أو المرشحين لمنصب الرئيس مثلما كانت الأنظار تتجه إلى بايدن وترامب ثم بعد ذلك ترامب وهارس ولكن هذه المرة في الحقيقة هذه المناظرة بين المرشحين لمنصب نائب الرئيس جيدي فانس وتيم وولز تكتسب أهمية استثنائية هذه الانتخابات على خلاف كل الانتخابات السابقة وذلك في الحقيقة لعدة أسباب أهم هذه الأسباب هو الناخبين غير المقررين هناك عدد كبير جدا من الناخبين غير المقررين الذين لم يتخذوا قرارهم بعد سيعطون صوتهم لترامب أو لهارس ولذلك هم سيتابعون هذه المناظرة حتى يستطيعون أن يحكموا رأيهم وأن يتخذوا قرارا إما بالتصويت للمعسكر الجمهوري أو التصويت للمعسكر الديمقراطي وهذا بالطبع يتوقف على ما سيعرضه كل من المرشحين خلال هذه المناظرة الأمر الثاني أيضا المهم الذي يجعل هذه المناظرة تكتسب أهمية خاصة هو الدور الذي يطلع به المرشحين لمنصب نائب الرئيس في كل حملة فسنجد على الجانب الجمهوري على سبيل المثال جيدي فانس يمثل شباب الحزب الجمهوري ويمثل مستقبل الحزب الجمهوري فيما بعد حقبة الرئيس السابق دونالد ترامب إذا ما فاز بالرئاسة في الانتخابات المقبلة قد يكون جيدي فانس هو المرشح الجمهوري للانتخابات بعد المقبلة الفين وثمانية وعشرين وقد يستطيع الحصول على ولايتين هكذا ينظر له الجمهوريون على النحية الأخرى سنجد تيم والس يعود المفقود لدى كمالة هارس من شعبية وكارزمة بالإضافة إلى أنه يستطيع الوصول بالحملة الديمقراطية إلى أماكن لم تكن لتصل إليها كمالة هارس والتي يعيش فيها الأمريكيون البيض الذين يمثلون أغلبية الشعب الأمريكي خاصة في ولايات الغرب الأوسط وبعض الولايات المتأرجحة السبب ربما الآخر المهم الذي يجعل هذه الانتخابات المناظرة من أهم المناظرات هي أنها الأخيرة هي الأخيرة في هذا الموسم الانتخابي إذ أن الرئيس السابق والمرشح الجمهوري دونالد ترامب رفض أن يخوض مناظرة ثانية أمام كمالة هارس ولذلك هذه المناظرة ستمثل الكلمة الختامية لكل من الحملتين الانتخابيتين أي أنها ستكون الكلمة الختامية للحملة الجمهورية والكلمة الختامية أيضا للحملة الانتخابية الديمقراطية باعتبار أنها آخر مناظرة في هذا الموسم الانتخابي إذ أنه بقيت على الانتخابات تقريبا حوالي 35 يوما تفصلنا عن هذه الانتخابات في الخامس من نوفمبر المقبل بالتأكيد ستطرح قضايا كثيرة في هذه المناظرات ربع عليها بالتأكيد الاقتصاد ومسائل أخرى تتعلق بالهجرة والرعاية الصحية وغير ذلك ولكن سيكون هناك نصيب كبير للسياسة الخارجية الأمريكية نظرا للأحداث التي وقعت اليوم والهجوم الإيراني الأخير على إسرائيل نعم شكرا جزيلا زميل العزيز رامي جبر مراسل قناة القاهرة الإخبارية في واشنطن على كل تلك التفاصيل المهمة التي أجملتها لنا بدقة وتميز كالعادة